يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعه لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقرر انطلاقه يوم الثالث من مايو القادم وكان المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان قد أوضحها بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثرها العديدة مراحل النهائية للتحضير قبل انطلاقه مباشرة والموعد بتاع الانطلاق يمكن تقرر بالفعل وفيه تقدمات واسعة حصلت في كذا مساحة يمكن كل حاجة تخص هيكل الحوار أجندة الحوار المشاركين بتخلص بشكل نهائي النهاردة يمكن متبقي أسماء النهائية للمشاركين وعلى جنب تاني يمكن لقينا استجابة رئاسية من أول مطلب يطلع من مجلس الأمناء بالأمر الخاص بمد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات فبالفعل فيه تطورات ونتائج ملموسة حصلت فيه حاجات تتحققت والحوار لسه ما حصلش بمعنى أنه مجرد الناس بتعود مع بعضها ده إنجاز مجرد الناس تتناقش في قضايا لم تكن بتتناقش فيها ده إنجاز مش الأفراد اللي هم 19 بتوع المجلس الأمناء زي المنسق العام وليس الأمن الفنية لا أنا بتكلم هنا على القوى السياسية المختلفة لم حدش كان بيتكلم في السياسة الفترة طويلة بسبب التحديات الكثيرة ومنها الإرهاب وبالتالي حينما يجلس الناس ويتناقشون ويتبادلون الأفكار ويحتدون في النقاش ثم يصلون إلى نقاط وسط فده في حد ذاته شيء جيد